لنفرض أنه لدينا حبل هذا هو الحبل ما أود عمله هو أخذ نهاية الحبل الأيسر وسوف أجعله يهتاز للأعلى ومن ثم للأسفل وسوف نتحدث عن ما سوف يحدث أو ما قد يتكون لدينا إذن لو أخذت هذا الحبل من الأعلى من هنا هذا سوف يأخذ الحبل للجهة اليمين بشكل واضح وللأعلى ونهاية الحبل ستبدو هكذا وستبدو بهذا الشكل الآن على الفور سوف أهزه للأسفل مرة أخرى لنرى كيف سيبدو الحبل عندها تكون الجهة اليسرى عند النقطة الأصلية إذن أقوم بسحب الجهة اليسرى للأسفل مرة أخرى لكن في الفترة الزمنية الماضية هذا الجزء من الحبل كان لديه سرعة تصعودية وتستطيع أن تتخيله بهذا الشكل وحتى بعد هذه النقطة تبدأ الجهة اليسرى بالتحرك للأسفل أو تسحب للأسفل هذه النقطة هنا ما يزال لديها زخم تصعدي لذلك سوف يواصل التحرك إلى الأعلى وان ثم للأسفل لأنه سوف يتم سحبه إلى الأسفل من الجهة اليسرى بهذا الشكل لذلك سيبدو بهذا الشكل واستعمل هذه النقطة على جلب الحبل للجهة اليمنى معها وسيبدو الحبل بهذا الشكل إذن الحبل سيبدو بهذا الشكل وبعدها سأخذ هذه النقطة في موقع متوسط بطريقة بطريقة يكون الحبل مربوط فيها للأسفل مربوط فيها للأسفل هنا سأستخدم البورتقالي بدل الأصفل إذن كيف سيبدو الحبل الآن حسنا هذه النقطة بداية لديها زخم تصعدي هنا لكن بعد كل تلك السرعة ستأول إلى الصفر لأنه مقيد بالجهة اليسرى من الحبل والآن سيتم تبديل الاتجاهات وقد يصل إلى هنا إلى هذه النقطة النقطة التي كانت هنا وهي الفترة الزمنية باللون البنفسجي لديها بعض الزخم في الأعلى وستستمر بالحركة لكن بشكل أبطأ وستكون هناك وتجلب بقية الحبل للجهة اليمنى لأن الحبل سيبدو بهذا الشكل إذن سيبدو بهذا الشكل وفي النهاية سوف أهز الحبل لموقعه الأصلي مرة أخرى وتكون الجهة اليسرى هنا حيث تكون نقطة اليد اليسرى هنا هذه النقطة في الفترة الزمنية الماضية كانت تتحرك بسرعة للأسفل إذن ممكن أن يصل هنا ويكون جاهزاً لتغيير الاتجاهات هذه النقطة ستتحرك للأسفل هذه النقطة هنا لديها زخم تصاعدي لذا سيكون في هذا الموقع الآن وستكون جاهزة لتغيير الاتجاهات وفي النهاية عندما قمت بعمل هذه الدورة الكاملة بالحركة للأعلى والأسفل والعودة مرة أخرى سيبدو الحبل بالضبط بهذا الشكل وأستطيع ترك الحبل وأستطيع ترك الجهة اليسرى أو هذه النقطة هنا وهذه العقدة ستنتشر على طول الحبل وفي اللحظة الزمنية التالية كيف ستبدو؟ هذه النقطة ستصل إلى الجهة اليسرى وهنا يعود الحبل إلى وضع الاستراحة هذه النقطة تم سحبها للأسفل من قبل جزء من الحبل من الجهة اليسرى له هذه النقطة تم سحبها للأسفل لكن هذه النقطة لديها زخم تصعدي في الفترة الزمنية السابقة لذا ستتحرك للأعلى وفي الفترة الزمنية التالية سيبدو سيبدو الحبل هكذا سيبدو الحبل هكذا وعند هذا الاهتزاز من الحبل إذا لم أفعل شيئا آخر ولم أفق الطاقة بفعل الاحتكاك وغيرها سيستمر بالحركة بالحركة للأسفل وإذا نظرت للحبل في فترة زمنية لاحقة سيبدو الحبل كذلك إذا سيبدو الحبل هكذا وإذا تابعت مشاهدته سترى الاهتزاز هنا أستخدم كلمة مهتاز لأنه لا يوجد كلمة أفضل منها سترى هذا الاهتزاز أو الاضطراب أو سميه كما تشاء سيتحرك على طول الحبل لذا عندما نفكر ما هي الموجة كما تعلم أنا أستخدم كلمة اضطراب بدلا من موجة لأنني لم أشاء استخدام كلمة موجة أردت أن أقول ما هي الموجة والموجة هي هذا الاضطراب الحاصل هذا الاضطراب الحاصل في الحبل إذن هذا وقت مناسب لتعريف الموجة بما أني عرفتها سأبدأ بالقول أنها موجة بدلا من اضطراب حاصل في الحبل إذن الموجة هي اضطراب منتشر في الفراغ disturbance propagating through space disturbance propagating through space إذن هي اضطراب أو اهتزاز منتشر في الفراغ وتستطيع أن تبحث عن تعريفات أخرى للموجة لكن التعريف المثالي هو الطاقة أو اضطراب منتشر أو اضطراب منتشر ينشر طاقة في خلال وسط وعندما نقول ما هو الوسط للموجة التي تمر هنا في هذا المثال هو سيكون الوسط الذي لديناه الحبل وسبب العدم استخدامي لهذا التعريف للموجة لأنه في الفيديوهات القادمة سنستخدم الموجات الكهرومغناطسية وهذه لا تنتشر بأي وسط تنتشر من خلال الفراغ ولإبقاء عليها بشكلها العام سنسميها الاضطراب المتشر خلال الفراغ وعادة ينقل طاقة وعادة هذا ينقل طاقة في العادة ينقل طاقة ماذا نقصد بنقل الطاقة؟ حسناً في هذا الطرف من الجهة اليسرى من الحبل أعطيت طاقة حركته للعلى والأسفل ومن ثم العودة مرة أخرى بعد عمل ذلك في العلى والأسفل سنتحدث بطريقة مماثلة في الأجزاء الأخرى من الحبل باتجاه اليمين إذا انتظرت مدة كافية عند هذه النقطة من الحبل ستتحرك للعلى والأسفل ثم تعود مرة أخرى بالضبط هنا ستحدث لهذه النقطة من الحبل ثم تحدث لهذه النقاط المتتالية من الحبل إذا هذه الطاقة التي وضعتها من يدي في الجهة اليسرى من الحبل ستنتقل من الحبل للأسفل إذا كان لدي جسم معين على الحبل يمكن عندها عندما تمر الموجة أو هذا الاتراب أن يتحرك هذا الجسم ويقذف في الهواء ويحصل على طاقة كاملة أكبر إذا هذا الاتراب ينقل طاقة في هذه الحالة الآن ما رسمته هنا هو النوع هو النوع الوحيد من الموجات التي يمكن الحصول عليها تعريفه عام لكن التعريف هو عام أكثر من ما رسمته هنا مثلاً قد يكون لدينا موجة صوتية تخيل على سبيل المثال أنك تنظر للهواء إلى كل الجزئات في الهواء تعلم يكون لها كثافة وتبدو كذلك ولدي مثلاً أدى معينة ممكن أن يكون مكبر صوت حيث يهز الجانب الأيسر إذاً هو يدفع الهواء لنحاول رسمه هنا لنقل لدينا سطح معين هنا سطح معين هنا يقوم بسرعة في هز الهواء في تجاه معين ويعود مرة أخرى كما كنت أفعل في تحريك الحبل أعلى وأسفل لكن بدل فعل هذا هو يقوم بدفع الهواء والعودة مرة أخرى إذاً ماذا سوف يحدث بعد دفعه جزئات الهواء؟ صعوداً ضده سوف تنضغط مع بعضها هنا كل جزئات الهواء التي كانت على السطح سيتم دفعها إلى جانب الجزئات هنا وعندما تدفعها للخلف يعود هذا السطح أو هذا الغشاء للخلف ويكون هناك القليل من جزئات في الهواء التي لها كثافة أقل وهؤلاء يقوم بتكوم على بعضها البعض ويريدون أن يفلتوا من بعضهم البعض مع أنها تندفع ناحية بعضها البعض هذه الجزئات ستندفع نحو هؤلاء وهؤلاء بدورهم سندفعوا للأمام وهكذا وهلما جرى عندما يصدم هؤلاء بهؤلاء سيعود هؤلاء حيث كانوا أساساً لديك هذا الاتراب سيكون الاتراب جزء واحد يصدم ويضغط ويضغط الجزئات المجاورة وإذا نظرت لهذا خلال فترة زمنية قادمة فجأة قد تغير هذه المنطقة بشكل طبيعي لتوضيحي لنرسم كيف بدأنا بالضبط هذه المنطقة قد تبدو طبيعية هكذا لكن ضغط الجزئات قد تصل ضغط الجزئات قد تصل إلى هنا ليس ذلك فحاس بحيث بعد أن يتم الضغط عادة يكون لديك منطقة ضغط منخفضة وإذا رسمت هذه الموجة وإذا كان هذا الغشاء ينبغي أن يستمر بفعل ذلك مراراً وتكراراً وأكثر للأمام والخلف ويميناً ويساراً ويميناً ويساراً ويكون هناك سلسلة من الضغط المنطقة ستكون سلسلة من الضغط هنا ضغط معين وهنا ضغط آخر وهنا ضغط آخر وبين الضغوط الموجودة يكون الهواء بكثافة أقل الهواء يكون بكثافة أقل كالتالي وما أنشأناه عاملياً هو موجة صوتية تنتقل من خلال الهواء وهذا هنا هو موجة صوتية إذن هذه موجة صوتية sound wave وهذا نوع من الموجات حيث اتجاه الإطراب هو نفسه أو على نفس المحور والاتجاه الذي الموجة الذي فيه الموجة تنتقل أو تسير في هذا الاتجاه وهذا ما يسمى موجة طويلة الموجات الصوتية تنتقل عن طريق الهواء هذه موجة طويلة وتسمى أحياناً موجة ضغط compression compression wave تسمى موجة ضغط لأنها تحدث بسبب الضغط ويسمى أيضاً موجة مستعرضة هذا يسمى موجة مستعرضة transfers wave تسير في الاتجاه العرضي العرضي لهذا المحور وسنواصل التحرك في هذا الاتجاه إلى اليمين الموجة الأصلية تتحرك باتجاه اليمين لكن الوسط الأصلي يتحرك للأعلى والأسفل الوسط الأصلي يتحرك للأعلى والأسفل لذا نسميه مستعرض بينما هنا يتحرك الوسط إلى اليمين واليسار بينما الموجة تتحرك إلى اليمين على امتداد نفس المحور نحن نتعامل مع ضغط وموجات طويلة الآن في المثال الأول لقد قمت بدورة واحدة قمت بهذه الحبل الأعلى والأسفل وللخلف وأنشأت هذا الاتراب ويمكن أن نسمي ذلك علينا أعملها مرة واحدة فقط هذه نبطة الموجة سنسميها نبطة الموجة إذا استمريت بفعل هذا للأعلى والأسفل وعودة مرة أخرى للأعلى والأسفل وعودة مرة أخرى ووصلت عمله بشكل دوري ومتواصل سنحصل على موجة دورية والحبل سيبدو هكذا الحبل سيبدو هكذا سيبدو هكذا سيبدو بهذا الشكل إذن سيبدو بهذا الشكل هذا الاتراب الناشئ عن الوقت الناشئ عن الوقت الجزء الذي حركناه في اليد اليسرى من الحبل هذه موجة دورية موجة دورية هذه موجة دورية وفي الفيديو القادم سنتحدث عن الموجة دورية وما هو طول وما هو طول وتردد المتعلق وفتراتها المرتبطة بسرعتها وكل هذا ولكن أترك ذلك للفيديو القادم لكن أردت أنا نستمتع أعتقد أنه هو مفهوم نستطمع كل يوم الموجة والموجات الصوتية وهو مفهوم تجريدي بشكل ما عندما نتحدث عن الموجة فنحن نشير إلى الاتراب الذي يتحرك من خلال وسط مرئي في العادة على الأقل تتخيله لكن ليس دائما الآن نشير الاتراب الذي يكون قد يكون بعيدة أشكال اتراب مستعرض اتراب مستعرض أو عرضي إذا كنا نتعامل مع حبل قد يكون اتراب بسبب الكثافة اتراب بسبب الكثافة إذا كنا نتعامل مع جزئات الهواء من حيث موجة الصوت وهناك علاقة فإذا رغبت برسم الكثافة هنا في الموقع في الموقع إذا أردت أن أعبر عنها رياضيا لنقول أن هذا الخط يعبر عنه الخط يكون في حالة استراحة قبل أن تبدأ موجات الصوت وهي إذا أردنا أن نرسم الكثافة بهذا الشكل قد تبدو هكذا إذا هذا هنا كثافة منخفضة هنا لدينا كثافة عالية إذا رسمناه ستبدو كهذا كهذه هذه الموجة المستعرضة التي صنعتها من الحبل في بداية هذا الفيديو ولهذا ما زالوا مجتمعين مع بعضهم لأنه رياضيا حتى وموجة الضغط يبدو مختلفا أو يمكن تخيله بطريقة مختلفة أو تخيله بشكل مختلف عن الموجة المستعرضة رياضيا هما نفس الشيء حيث لديك هذه الكمية وفي هذه الحالة هي كثافة الهواء تختلف مع مرور الزمن في هذه الحالة هي الارتفاع أو الموقع أو ما هو البعد عن الموقع كمية متفاوتة مع مرور الزمن التي تسير فيه من خلال الوسط ولهذا سبب ندعو كلتا هتين بالموجات في كل الحالات أترككم هنا وفي الفيديو التالي سنتحدث عن بعض خصائص الموجات الدورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر